أكيد مؤخرا كما اسمعنا بالتشات جي بي تي اللي راهه ترند وراهه موضوع الساعة منتشف كامل المواقع والفيديوهات على اليوتيوب وهو واحد من أقوى برامج ذكاء الاصطناعي اللي ممكن تسقصيه أي حاجة ويجاوبك عليها لدرجة أني سألته أنه يكتب لي نص سكريبت ديال فيديو ديال اليوتيوب حول الذكاء الاصطناعي وفعل ذلك والعجيب أني سألته أنه يعدلي على هادك سكريبت باش يولي بالطريقة إديالي تخيلوا هالقام بهذا؟ نعم أصدقائي أعود عدلي على النص وأضف عليه بعض الكلمات مثل العمل والبيئة وهي المواضيع اللي أتكلم عليها عادة في القناة التاعي صراحة ذهلت من النتيجة ولكن للأمانة البحث باللغة العربية شوية ضعيف مقارنة مع اللغة الإنجليزية فهو قوي جدا في اللغة الإنجليزية أما باللغة العربية أو اللغات الأخرى فلازم أنهم يطوروا فيها أكثر وهنا يكن سألته أنه يكتب لي نص تاع فيديو دياليوتيوب بطريقة جوني هاريس يعني اليوتيوبر المشهور وصراحة الإجابة تاعه حبست لي راسي لأنه يكتب لي النص بكل دقة وبكل التفاصيل حتى تحركات تصرفات جوني أكتبهم في النص تم إطلاق تشات جي بي تي من شركة أوبن آي آي مؤخرا واللي وصل عادة مستخدمين تاعه 1 مليون في 5 أيام فقط يعني أسرع من فيسبوك وإنستغرام والعديد من المنصات اللي ما لحقوش لهذا العدد إلا بعد شهور أو سنوات مثل نتفليكس اللي لحقت 1 مليون مشترك خلال سنين ونصف والأوبن آي آي هي منظمات تعمل في تطوير أنظمة الذكاء الإصطناعي وهي صاحبة عدة مشاريع منها هذا تشات جي بي تي وكذلك دالي تو النس اللي ممكن شافته ديجا هو واحد النظام اللي تدخله وتكتب وصف لصورة ركحة بقدرها وهو يقوم بإنشاء هذه الصورة من الذكاء الإصطناعي يعني يقوم بتصميم الصورة على أساس الوصف اللي مدته له صراحة شيء رائع نعودوا نقول لشا جي بي تي صراحة لما تدخلوا الموقع رح تشوفوه سهل جدا راه حاليا مجاني والاشتراك فيه سهل يعني تكتب فقط الإيميل أديالك وتشترك مهم أنه نعرفوا أنه مراهوش موصول بالإنترنت يعني ياخذ المعلومات من الداتا اللي راهيم خزنا عنده وتم توقف تحديثه حتى 2021 يعني حاجة لي صراوا بعد 2021 ما على بالوش بهم ضونك ما كلا تسقسوها عليهم وفي الموقع كذلك يقول أنه عنده بعض الحدود أو الليميتس في الإجابات ممكن أنه الإجابات مثلا ما تكونش دقيقة جدا ونعطونا كذلك بعض الأمثلة في طريقة صياغة الأسئلة له وهي سهلة جدا أصلا يعني أنه المهم تكتب السؤال بطريقة مباشرة وعلمة استفهام وتبعتها له الآن مع كثرة المستخدمين كلما تدخلوا رح يجيك واحد الرسالة من الفوق تقول أنه يعني لكثرة الاستخدام وكثرة الطلب عليه كهي النوع من الثقل يعني ولشوية قيل الموقع الإلكتروني هذا ورغم يخدموا باش يزيدوا يطوروا من الكاباسيتي إدياله وهذه التكنولوجيا الجديدة ممكن أنه تعجبك وممكن كذلك أنه تخيفك مثل ما قال إيلون ماسك في واحدة تويت بعد مخرج هذا الموقع ودر الضجة قال أنه إتس سكيري جود يعني شيء جيد لدرجة أنه يخيف فصراحة حتى لو نخافوا من هذه التكنولوجيات الجديدة ومن هالتطور يعني اللي راه حاصل لنا والذكاء الإصطيناعي ممكن أنه يكون عندنا خيارين يا إما نغلقوا راسنا ونبعدوا عليها وما نحاوسوش أنه نفهموش أنه هذه هي الأشياء وما نواكبوش التطور هذا أو ممكن أنه نواكب هذا التطور نتعلموه نكونو من بين الأوائل اللي يستخدموه لأنه أصلاً رانا عايشين في هذا الواقع يعني محش نقدو نبدلو هذا الشيء هذا التطور هذه يعني هذا الذكاء الإصطيناعي راه فقط في البدايات التاعه تخيلوا يعني بهذه الروعة هو فقط بداية فقدوا نتخيلوا مع بعض بعد عدة سنوات كيفاش راح تكون النتائج المذهلة دياله فهما راهم يديروا كامل إمكانية تحهمهم يخدموا ليل ونهار باش يرجعوا الذكاء الإصطيناعي أو الروبوت يخمم حتى قريب يوصل للإنسان ممكن أنه ما يقدرش يوصل للإنسان أكيد ولكن يعني الجهة تحهم هو أنه يعني يلحق للإنسان في قوة الإبداع التاعه وشفنا الآن يعني مثلا مصممين اللي كنا نقوله مستحيل أنه يقدر الذكاء الإصطيناعي يصمم مثل ما يصمم الإنسان أنا شفنا باللي مواقع مثل دالي تو أو حتى ميت جورني اللي ممكن تكتب له وش راك حب يعني تكتب له الوصف ديال الديزاين أو تصميم لك حبه وهو يخرج لك التصميم بالذكاء الإصطيناعي فصراحة تطور رهيب تطور مذهل والأحسن واللي برأيه أنه لازم أنه نواكب هذا التطور لازم نتعلمه ولازم نكونه من الناس اللي يستفيد منه تمام كيفاش ممكن أنه نستفاده من هذا التطور كيفاش نستخدمه في حياتنا اليومية باش يسهل علينا الخدمة ويسهل علينا حياتنا هنعطيكم مربعة أشياء ممكن أنكم تستعملوا تشات جي بي تي فيهم في حياتكم في خدمتكم وصراحة سيسهل عليكم بزاف حاجر أول حاجة هي التلخيص تقدروا تعطولوا أي مقال أي نص هو يقوم بتلخيصه لكم يربح لكم بزاف أديال الوقت ممكن أنه التلخيص ما يكونش دقيق جدا ممكن أنه ما يكونش أمليح بزاف ولكن مهم أنه ينقص عليكم كما يقولون نص ديال الخدمة بعدها ممكن أنه تعدل على هذا التلخيص كما حبيت وكذلك إذا شكتوا أنه تلخيص قصير بزاف لأنه برات يعطيك تلخيص بزاف قصير وبالتالي هنا تقدر أنه تطيلوا الشرط هو أنه يكون عدد معين من الكلمات مثلا تقولوا ألف كلمة وبالتالي رح يدلك تلخيص بألف أو خمسمائة كلمة حاجة تانية هي الكتابة التجارية أو البزنس رايتين في عالم التسويق في عالم صناعة المحتوى الناس اللي عندها بزنس ولازم تصنع له محتوى على مواقع تواصل اجتماعي مقالة على مواقعها الإلكترونية إيميلات إعلانات كل هذا جاتشات جي بي تي باش يسهل عليكم هذه المهمة ويقدر أنه يكتب لكم نص إعلاني نص ترويجي لأي منتج راكوا حابينه وتقدروا أنكم تستعملوا في مواقع تواصل الاجتماعي أنا هنا كنت مثلا سألته أنه يكتب لي بوست ديال انستغرام حول تي شيرت صديق للبيئة وصراحة نشوفه النتيجة كتب لي بالضبط واش لازم نحط في الصورة بعدها كتب لي النص لي نكتبه وحتى الهاشتاج أصدقائي حتى الهاشتاج أعطاهم لي الاستعمال الثالث هو كتابة الأكواد أو تصحيحها يعني ممكن أنه تطلب منه يكتب لك كود ديال تطبيق ديال صفحة على موقع ديال تصميم شيء معين وهو رح يكتب لك الكود وحده يعني عمل ديال ممكن مبرمج اللي يقرأ باش حال من سنة باش يكتب هدك الكود يجي تشات جي بي تي يكتبهولك في ثواني فقط معدودة صراحة شيء رهيب أصدقائي ممكن حتى أنه يصحح لك الأخطاء في الأكواد يعني الناس اللي رح يتقرأ أصلاً مويب ديفولوبمنت ولا رح يفي هذا المجال وعندها مثلاً كود وفيه خطأ ممكن أنه تحطها في تشات جي بي تي وتقوله صحح للخطأ وهو رح يصحح لها الخطأ مباشرة كذلك ممكن أنه يحول لك أو يغير لك من لغة برمجة إلى لغة أخرى فمثلاً تطلب منه أنه يغير لك لغة البرمجة من سي بلاس بلاس تو بايثون وهو رح يكتب لك الكود الجديد فشيء رهيب أصدقائي الحاجة الرابعة اللي حنتكلم عليها هي الإجابة عن الأسئلة يعني أي سؤال يخطر في بالك ممكن أنه تكتبه في تشات جي بي تي وهو رح يخرج لك الإجابة عليه أي سؤال كيف أستطمر مال كيف أتعلم لغة جديدة كيفية عمل أكلة معينة أي أي سؤال يجي في بالكم ممكن تقولوا لي حتى جوجل يدر هذا الشيء يعني ممكن أنه نكتب أي سؤال في جوجل ويجاوبني ولكن الفرق بين جوجل وهذا التشات هو أنه تشات جي بي تي يعطي لك الجواب مباشرة يعني ما يخلطكش كمية هائلة من المواقع الإلكترونية لجاوبك أو من الفيديوهات على اليوتيوب لجاوبك ولكن يعطيك لب الإجابة مباشرة اللي هو شايفها صحيحة ممكن تقول له غير للإجابة أو ما عشبتنيش أو تناقش معه هذا ممكن ولكن المهم أنه ما يشتكش يعطيك الكيفية بالضبط بالخطوات فهذا هو الفرق بينه وبين جوجل وحتى كثير من الأرتيكولز الآن أو المقالات هم يتكلموا عن خطورة هذا الشيء يتكلموا عن تهديد تشات جي بي تي لمستقبل محرك البحث جوجل اللي رانا نستعمله منذ سنوات فهل رح يجينا نهار وين خلاص نستغنو كليا عن جوجل نقولوا نستعمله فقط هذا التشات ما لابناش ولكن أنا شخصيا نشوفه صراحة تهديد كبير للبحث على جوجل ممكن استغنو عليه بسهولة مع التشات جي بي تي وكما المبرمجين يقولوا عليه في الموقع أصلا أنه عنده حدود كما تكلمنا من قبل يعني ماشي كم الإجابات صحيحة ماشي كم الإجابات دقيقة جدا فكل هذا الشيء رح يتطور مع الوقت لأنه أصلا هو ذكاء إصطناعي يتطور أكثر وأكثر مع الممارسة أو مع الاستعمال كل ما الناس سقصي أشياء كل ما الناس تتجاوب معه يكون كين يعني أسئلة أجوبة هو وحذوره يطور من نفسه فهكا أصدقائكم وصنا لآخر هذا الفيديو واش رأيكم في تشات جي بي تي هل استعملتوه أو ما زال وفواش رأكم حابين أنكم تستخدموه تمنى تكونوا استفدتم الفيديو ولو بحاجة صغيرة خلوا لي في تعليقات كل أعلاقكم ما تنسوا تديرو الجام وتشتركوا في القناة بشحقكم كل جديد تمنى لكم حياة أكثر وعيا طالة وفرحكم سلام